سبحانه وسيدنا عبد الله بن عباس الذي أعد الوضوء لمولانا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل لا دعوة سيدنا النبي لسيدنا عبد الله بن عباس اللي أنا عاوزها في الحلقة النهاردة علشان خاطر ليلة القتل علشان تعرف ليلة القدل سيدنا عبد الله بن عباس تحدث عنها أمام سيدنا الفاروق عمر إذن هو دعوة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أعد الوضوء لسيدنا النبي وكان غلام حدث قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل فجاء سيدنا عبد الله بن عباس كان ترجمان القرآن سيدنا عبد الله بن عباس مع حداثة سنه كان سيدنا عمر بن الخطاب يدلسه مع أكابر الصحابة وقال لهم ما تقولون في ليلة القدل منهم من قال كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم انتظروها في الوتر الأخي في الليال الوترية وفي العشر الأواخر فقال ماذا تقول يا ابن عباس هذه دعوة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا عبد الله بن عباس قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل قال يا أمير المؤمنين هي ليلة السابع والعشرين فتبسم سيدنا عمر فقال لما يا ابن عباس قال إن الله وتر يحب الوتر وهي ليلة السابع والعشرين فقال له كيف علمت كيف علمت قال إن الله جعل الأيام تدور على سبع الأيام تدور على سبع يعني الأسبوع كم يوم سبع أيام وقال إن الله جعل السماوات سبع وجعل الأراضين سبع وجعل البحار سبع وجعل خلق الإنسان سبع وجعل الطواف بالبيت سبع وجعل السعي بين الصفة والمروة سبع وجعل رمي الجمارات سبع وأعطى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المثاني السبع مصدقا لقول الحق في قرآنه ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم فتبسم سيدنا عمر بن الخطاب وقال من كان يفتي مسلمة أفتع عبد الله بن عباس ثم قال يا أمير المؤمنين أهو بزود كمان في ليلة الأدر نية سبع وعشرين ثم قال يا أمير المؤمنين ليلة القدر ذكرت في السورة سلاس بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ ذكرت سلاس تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر وليلة القدر حروفها تسع وذكرت سلاس مرات حروف ليلة القدر تسع وذكرت ثلاث مرات وذكرت سلاس مرات في تسع بسبعة وعشرين فتبسم سعدنا عمر ثم قال هي سلام هي 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 حرف سبعة وعشرين فتبسم سيدنا عمر لما وصل ابن عباس من العلم حتى علم أن ليلة القدر هي ليلة السابع والعشرين ولم لا؟ وهو دعوة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أعد الوضوء لمولانا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل سبحان ربك رب العزة عما يصفونا ترجمة نانسي قنقر